يبنى الاحتجاجات والتوتر في بلدان عربية عدة تأثيراته طالت زفاف العصر ولي عهد البحرين الأمير سلمان كان أول المعتذرين عن تلبية دعوة الزفاف القائمة الصادرة عن القصر الملكي أظهرت اعتذار العاهل الأردني الملك عبد الله وزوجته الملك رانيا وقد آثر البقاء في بلادهما في هذه الفترة في حين وافق على الدعوة أمير قطر حمد آل ثاني وزوجته الشيخ موزة بالإضافة إلى ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد الذي سيصل من لندن بعد مباحثات أجراها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حين سيمثل الكويت وزير داخليتها الشيخ أحمد الحمود الصباح السعودية سيمثلها سفيرها في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود أما سلطنة عمان فسيمثلها وزير ثقافتها السيد هيثم بن طارق آل سعيد وهو قريب السلطان قابوس ومن المغرب ستحضر الزفاف الأميرة للا سلمة زوجة العاهل المغربي محمد السادس ولكن بدون الملك فيما سيحضر باقي السفراء العرب باستفناء سفيري سوريا وليبيا سارة دندراوي العربية